مئة أو يزيد من أبناء العراق أصبحوا ضحايا فيروس كورونا ثمانية منهم لقوا حتفهم هذه الأرقام بحسب المعلن من وزارة الصحة لكن ما خفي أعظم في ظل استمرار التواصل مع إيران البلد الموبوء هؤلاء المصابون ليسوا ضحية وباء تشر في العراق بالصدفة أو بطريقة خارجة عن إرادة الحكومة لو عزمت على ذلك لكنهم يدفعون ثمن الهيمنة الإيرانية على العراق وبقاء الحدود مفتوحة على مصرعيها للقادمين من إيران زوارا أو ميليشيات فالفيروس أصاب الجهاز الحكومي في إيران ووصل إلى أعلى مستويات الدولة ما استدعى هلعا إقليميا من هذه الدولة اتخذت على إثره إجراءات مشددة تمنع دخول مواطنيها وتوقف حتى القوافل التجارية القادمة منها كما فعلت ذلك على سبيل المثال للحصر تركيا والكويت والبحرين وفي أوج الهلع الإقليمي من تفشي الفيروس في إيران بقي العراق يستقبل ويرسل ويستورد ويصدر مع إيران كما لو أنه محافظة من محافظاتها أمام هذه الكارثة يحق للمصابين بفيروس كورونا في العراق أن يتساءلوا من أجل ماذا ولصالح من نصبح ضحايا هذا الوباء وندفع الثمن من حياتنا ومستقبل بلدنا أمن أجل رضا إيران وخدمة مشاريعها وأطماعها وليت المصيبة حصرت بقضية العلاقات مع إيران المأساة الأكبر تكمن في حال الواقع الصحي في العراق دول متقدمة لم تستطع احتواء هذا الفيروس كيف سيكبح جماحه في العراق وهو أصلا يعاني انهيارا في النظام الطبي لدرجة أنه لا يمكن أن يسعف المرضى بحالات الإنفلونزا الموسمية يضاف إلى ذلك التلوث البيئي وجود آلاف الأسباب المساعدة على انتشار الأوبئة بشكل سريع فكم مرة يجب أن يسقط هذا النظام الفاسد حتى تحقق العدالة للعراقيين